تعددت المعارضات الموصومة بالهوية السورية من موسكو إلى القاهرة إلى اسطنبول إلى الرياض وتعددت معها المدن المستضيفة لمباحثات الحل السياسي بين تلك المعارضات والحكومة السورية من جناف إلى موسكو إلى فيينا إلى أستانا ثم العودة إلى جناف إلا أن هذا التعدد لا يؤكد غياب المشروع الوطني السوري الجامع لدى هذه المعارضات فحسب وإنما يؤكد تعدد الأجندات تبعا لتعدد الولاءات المعارضة السياسية السورية تعكس حال التشتت والوهن لمعسكر الثورة فالهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة عن مؤتمر الرياض باتت مجبرة على إدخال المزيد من العناصر إلى وفدها المفاوض وعملية الضم هذه تتم من يمينها منصة موسكو ومنصة القاهرة وعن يسارها الفصائل المسلحة وفد المعارضة الموحدة الذي يبدو أن المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان ديمستورا فشل إلى حد اللحظة في تشكيله بسبب الخلافات الحد داخل بيت المعارضة وهنا يمكن التمييز بين نوعين من المعارضة معارضة كلية تريد تغيير النظام واستثناء الرئيس بشار الأسد وفريقه مع نهاية المرحلة الانتقالية وتمثلها الهيئة العليا للمفاوضات ممثلة لمنصة الرياض ومعارضة جزئية تريد التوصل إلى تسوية تبقى النظام ورأسه مع تغيير بعض سيماته وتمثلها منصة القاهرة وهيئة التنسيق ومن الوحة المعارضات المتبقية هناك مجموعة يمكن توصفها بالانتهازية وتشمل منصة موسكو وتيار بناء الدولة والتي ترضى بالحصول على أي تنازل من قبل النظام السوري خريطة المعارضات السابقة استبعدت الفاعلين المعارضين الأكثر أهمية على الأرض وهم الإسلاميون المعتدلون وحتى من يوصفون بالتطرف وإذا كان حضور جيش الإسلام في وفد جونيف أربعة ممثلا عن الإسلاميين المعتدلين فغياب حركة أحرار الشام الإسلامية لا يمكن وصفه إلا بالجوهري بسبب نفوذها وحضورها على الأرض الغموض الذي يحيط بالعملية الانتقالية وتعدد مخرجاتها هي أمور طبيعية ومجموع الاتفاقات والتسويات البينية بين الأطراف إن تمت من دون تدخل خارجي وحرب بالوكالة هي ما يمكن أن تتحول إلى تفاهم واسع يمكن جمعه في الدستور حاليا بالنسبة للقضية السورية لا يبدو هذا الانتقال ممكنا في الوقت الراهن ترجمة نانسي قنقر